الآن واحد بيقول لماذا الاعتراف مع انه يتعارض مع العقل برضو تفكير بروتوستانسي لماذا الاعتراف مع انه يتعارض مع العقل لماذا لا يعترف الشخص على الله مباشرة وذلك نتيجة لعمل المسيح الذي نقض كل فاصل بيننا وبين الله ماهو الاعتراف ليس فاصل بينك وبين الله بالعكس ده انت بتعترف على الكاهن اللي هو وكيل لله على الارض فيبقى مش منفصل عن الله جمان الكاهن بيربطك بربنا فيبقى مش منفصل عن الله والكاهن بيقرالك الحل ويطلب مغفرة من الله ليه فازاي تقول انه هو بيفصلك عن ربنا وانه ضد العقل ولو كان ضد العقل وبيفصل عن ربنا ما كانش يمارس في العهد القديم والعهد الجديد لان ما نقدرش نقول للعهد القديم والعهد الجديد كان مضد العقل كان بيمارس في العهد القديم من اوله لاخره وفي اخره نجد بالنسبة ليحنى المعمدان موجود في انجيل متى اصحح ثلاثة آية ستة بيقول كانوا بيقولوا من كل الارضن وكل البلاد المحيطة ليعتمدوا معترفين بخطاياهم ومن جهة العهد الجديد موجودة في اعمال الرسل الصح 19 آية 18 ان كانوا بيجوا للرسل مقررين بخطاياهم فيابني كل ما في الحكاية انك ما بتحبش تعترف عشانك مكسوف انك تقول الكلام دقصاد الكاتب بصراحة كده هي مش مسألة عقيدة مسألة كسوف واحسن انك تنكسف عشان تاني مرة ما تعملهاش انت ما بتنكسفش قصاد ربنا فبتخطي الخطايا قصاد ربنا من غير ما تنكسف فربنا بيخليك تعترف قصاد بشر زيك عشان تنكسف وتحرم تعملها تاني ومع ذلك في رسالة يعقوب إصحاح خمسة بيقول معترفين بعضكم على بعض بالزلات بعضكم على بعض ان بشر على بشر ماذا لا تعترف الكنيسة الارتودوكسية بالتكلم بألسنة ومعمودية الروح القدس أما من جهة معمودية الروح القدس فلازم تعرف اننا نؤمن بمعمودية واحدة فقط ودي موجودة في الرسالة إلى أفاسوس إصحاح أربعة آية خمسة بيقول رب واحد إيمان واحد معمودية واحدة فإزاي انت بتتعمد بالماء وبعد انت تتعمد بالروح القدس يبقوا معموديتين فدي ضد تعليم الكتاب المقدس والتكلم بألسنة ليست لازمة لكل أحد كان زمان ربنا بيسمح بالألسنة عشان ينقله الإيمان إلى الناس اللي ما بيفهموش اللسان بتاعهم لكن دلوقتي ناس موجودين في كنيسة وكلهم يعرفوا اللغة العربية ويطلع واحد يتكلم بألسنة ايه لزوم يعني ما هم فهمين كون تفهمهم ياريت تطلع انت قصدنا دلوقتي وتتكلم بألسنة ونشوفك هتقول ايه ممكن يبني الألسنة مش هي اللي توصل لربنا اللي يوصل لربنا نقاوة القلب والإيمان وثمار الروح القدس ده اللي يوصل لربنا لكن التكلم بألسنة ما يوصل لك شيء لربنا دابولس الرسول في كورونسس الأولى 14 بيقول اقول خمس كلمات بفهم احسن من عشر تلاف كلمة بلساني ينفعكي الألسنة دي وجايز بعض الناس يحبوا الألسنة كنوع من الكبرياء والانتفاخ انه بقى بتاع الروح القدس وبياخد مواهب وبتكلم بألسنة موسيقى سؤال واحدة بتقول أنا فتاة عمر 22 سنة تقدم لخطبتي شاب أهم ما يميزه مخافة الله في قلبه وهو مناسب من أغلب النواحي لكني لا أشعر اتجاهه بأي مساعد لكن أنتظر من الرب أن يدبر الأمور ويعطيني السلام تدبرني ماذا أفعل برضو أنتظر جايز ما عليكيش مشاعر من ناحه بأنك ما عشرتهوش لسه ربما بالعشرة بالاختصار بالكلام بالحديث الأمور تتصلح معك موسيقى سؤال قال العلامة أرجانوس عن نفسه أيها البرج العالي كيف سقب فهل هذه العبارة تدل على أنه تاب قبل أن يموت مثل السليمان الحكيم عندما قال الكل باطل لا تدل على أنه أحس بالمتائج السيئة جدا اللي وصل إليها من الوضع اللي هو فيه موسيقى واحد بيقول أنا أرمل وسني 73 عاما وأريد الزواج موسيقى 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 جتلك الإجابة إيه؟ موسيقى 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 مع العلم أن لي أبنة عندها طفلان يعني بنته متجوزه عندها أطفال موسيقى وذوقها متوفر فهل أتزوج أم أشرف على أطفال بنتي؟ وهل الزواج مناسب لرجل في سني؟ موسيقى وأن تكون لي زوجة تؤنسني تؤنس الثلاثة وسبعين موسيقى 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 لو تلاقي سمع الأخوار اللي ساعد بتمشيرها الجرايض إن فيه ستات في الغربة بيجوزوا في السنة دي عم بتعمل ايه تاتذين دي بقنا؟ شو ما أقول الكلام فيها؟ في الأول تروح تعمل كشف قلب وبعدين شوية كشفات اخرى عشان تعرف هل صحتك تصلح للزواج او لا مدام ما بتفكرش روحياتك تصلح للزواج او لا شوف صحتك تنفع للزواج او لا وربني اعطيك الاخرى الصحة واحد بيسأل عن الاية اللي بتقول ويلن بالحبالة والمغضعات في تلك الايام وصلوا ان لا يكون هربكم في شتاء او في سبت بيقول لماذا لا يكون شتاء او سبت السيد المسيح في مكتة 24 بيتكلم عن نقطتين نقطة منهم نهاية العالم ونقطة منهم خراب اوروشلين حكاية خراب اوروشلين تحققت سنة 70 ميلادية لما هجم القائد تيتوس على اوروشلين وخراب طبعا اليهود اللي كانوا موجودين هناك كانوا بيهربوا من المدينة فبيقولهم صلوا ان لا يكون هربكم في شتاء او سبت علشان ما تتعبوش في فترة الهرب لما بيكونوا في السبت ميقدروش يشيلوا اي حاجة ويهربوا بيها لان على حسب الشريعة ما يحملوش حاجة خصوصا الكتب والفريسين كانوا مدقائين او في النقطة دي فقال لهم صلوا ان الهرب بتاعكم من اوروشلين في تلك الايام ما يكونش في شتاء والمطر نزل عليكم وانتو بتهربوا او في يوم سبت وضميركم بيتعبكم لما تحملوا حاجة واحد بيقول ما رأي قداستكم في شابة تصلي بالاقبية داخل المترو وتقوم اثناء الصلاة بكل متطلبات الصلاة السجود ومطنيات مخففة ورش معلمة الصليب واغلاق العينين وبسط الزراعين وقت الصلاة الربانية السيد المسيح قال انه كنت لا تصلوا امام الناس لا في زوايا الشوارع ولا لكي ينظروكم ولا تكون هذه الانسة عثرة امام الناس عايزة تصلي بالاقبية ما فيش مانع تصلي في قلبك لكن تغمض عنيها وترفع ايديها لفوق وتوتى وتسجد وترشم الصليب دي عملية مش صح مش صح تصلي في قلبك بينك وبين ربنا وبلاش المنظر ده وما تخليش الناس يقفوا يتفرجوا عليك او جايز يعلقوا تعليقات غير لائقة او جايز يستهزأوا بيك او جايز يضحكوا على صلاتك الوضع ده وضع مش سريع محبش بنات يصلوا بهذا الاسلوب المنتقد من الناس الواضح امام الكل محدش يمنعك انك تصلي تصلي في قلبك تصلي في قلبك في صمت في هدوء بدون حركات ظاهرة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة